في الحلقة نتكلم عن موبايل الجديد جاي من شركة شاومي وفي نفس الوقت بيجي بمواصفات كويسة جدا وساط سعر منافس وده يعني لعوضتنا عليه شركة شاومي والموبايل ده هو موبايل شاومي بوكو اكس فايف فعليك تركز معي عشان تعرف التفاصيل كلها من ناحية المواصفات والسعر متوقع عليه فالله بنا نبدأ اول حاجة نبدأ بيها الخامات الظهر من البلاستيك مع فريم من البلاستيك وبيدعم تركيب شراحة نوت الصال مع دعم شباكات الفايف جي وبيجي معمارية اي بي تلاتة وخمسين يعني مقامل الاتريبة ورزاز الماء وبنسبة لصوته الخارجي فبيجي بصوت اوحادي بقوة 24 بيت وبيدعم منفل 3.5 والبصمة بتيجي في زر الطاقة اما بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع اموليد من شركة سامسونج بمساحة ستة وستة من عشرة بوصة ومع نسبة استحواز خمسة وثمانين في المية وبدكة FHD Plus وبكسافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وبتيجي بقوة اوضاع بتوصل لألف وموتين شمعة ومع معدل تحدث عالي واللي هو المية وعشين هرتز والمفروض بيجي عليها طبيعة حماية لكن مفيش معلومات عنها لحد الوقتي اما بالنسبة للرام والزاكرة فالموبال بيجي بنسختين الاولى 128 جيجا مع اربعة جيجا رام والتانية 128 جيجا مع ستة جيجا رام من نوع UFS 2.2 وبيدعم تركيب موم ريكارد لكن هتضطرة تستغنى عن شريحة من شرحتنا التصال اما بالنسبة للسوفتوير والمعالج فالموبال دوت بيجي بنزام تشغيل اندرويد 12 مع وجهة MIUI 13 مع معالج سناب درجون 695 5G بمعمارية 6 نانو وبتردد 2.2 جيجا هرتز مع معالج لسومي قدرينو 619 وبنسبة ليعني اداء المعالج ده فده معالج كويس جدا هديك اداء محترم كبرونج والعاب وفي نفس الوقت حافزك عبطارية بشكل ملحوظ بسبب ممارية التصنيع اما بالنسبة للكاميرات فالموبال بيجي بتلات كاميرات خلفية الاولى بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.8 والكاميرا التانية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.2 وديت كاميرا ألتر وايت والكاميرا التالتة بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.4 وديت كاميرا مكروم ويجي معهم في الهشلد ومزدوج وبيدعمه تقنية البانوراما والHGR ويقدر يصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 فريم وبنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة F2.5 وبتدعم تقنية الهشلد وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 فريم أما بقى بالنسبة للتقنية فالموبال ده بدعم الواي فاي والبلوتوز من إصدار 5.1 ومعهم كمان الجي بي اس وتقنية الف سي ولكن الراديو لسه مش أكيد أه ولا لا أما بقى بالنسبة للبطارية فبتيجي بساعة 5000 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع بكوة 33 واط مع شاحن من نوع Type-C ونيجي بقى للحظة الحاسمة وهو السعر المتوقع دي وهو حوالي 120 دولار يعني بالمصري 6600 جنيه مصري و775 ريال سعودي و169 دينار أردني و769 درهم إمراتي و330 ألف دينار عراقي وبس كده كده أنا خلصت وبنسبة رائق في الموبايل فأنا شايف إن السعر كويس جدا وصد من وصفاته وطبعا رائق تحتفل في تعادلات مهمة لأيك ما تنساش تعمل للايك روز كرب وشير وسلام اشتركوا في القناة